أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبوا بكم في هذه الحصة التي سنقصصها لتصحيح عناصر الفرد الكتابي الثاني النموذج الرابع الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية مستوى الجدع المشارك أهداف الدورة الأولى برسم الموسم الدراسي 2022-2023 بحول الله إذن نبدأ بالوضعية الاختبارية الأولى وهي مادة الجغرافية من خلال اشتغال بالوثائق الوثيقة الأولى كما كتلاحظوا عبارة عن جدول إحصائي موضوعه تطور إجمالي سكان العالم إذن لدينا هنا السنوات والسكان بالمليار نسمة إذن السنة الأولى 1900 بلغ سكان العالم 1.6 مليار نسمة يعني مليار نسمة و600 مليون ثم 1950 رتفع العدد إلى 2.4 مليار نسمة ثم إلى 5.2 مليار نسمة سنة 1999 ثم بحلول 2020 بلغ عدد السكان العالم 7.8 مليار نسمة وسنة 2100 يرتقب أن يقفز هذا العدد إلى 10.8 مليار نسمة المصدر بعد ذلك نمر لقراءة الوثيقة الثانية نصها وهي عبارة عن نص جغرافي طبعا مضمونه تعد لهجرة مصدرا رئيسيا لتغير السكان ويقصد بانتقال السكان من مكان إلى آخر مع تغيير محل الإقامة ولو لفترة محدودة هنا محل الإقامة نقصد بوسط الإقامة أين يقيم السكان هل في الوسطين الوسط الحضري أم الريفي داخل البلد أو خارج البلد ويمكن تمييز أنواع الهجرة من خلال معرفة المكان أي مكان الإقامة ومدة الإقامة والرغبة أو الدافعية وهكذا في من حيث المكان نميز بين الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية يعني الهجرة الداخلية داخل الوطن والهجرة الخارجية خارج الوطن ومن حيث مدة الإقامة بين الهجرة المؤقتة والهجرة الدائمة ومن حيث الرغبة والدافعية بين الهجرة الاختيارية والهجرة القصرية أو التي تسمى بالهجرة للطرارية أو الإجبارية ومن الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الهجرة عوامل الجذب وهي العوامل التي تشجع السكان على الانتقال إلى مكان آخر وتتلخص هذه العوامل في تهيئة فرص عمل بأجور مرتفعة وتوفر خدمات تعليمية واجتماعية وصحية ومستوى معيشيا أفضل المرجع إذن بعدما اخذنا الوقت الكافي في قراءة الوثيقتين إذن المطلوب مننا هو استثمار مضمون كلتا الوثيقتين لإنجاز ما يعلي إذن المطلوب في السؤال الأول هو تحويل الوثيقة الأولى إلى مبيان بالأعمدة ومبيان بالأشرطة ثلاث نقاط إذن بما أن نوع المبيان محدد سلفا إذن يكفي أن نمر الخطوة الموالية مباشرة وهي تحديد المقياس المناسب إذن المقياس المناسب كن نأخذ أكبر رقم في الجدول يعني في المعطال كمي اللي هو عدد سكان مليار نسمة اللي هو 10.8 كنقسمه على 10 إذن الخارج هو 1.08 كننأخذ هذا الخارج إما بتفريط يعني في هذه الحالة واحد يعني بكل واحد سنتيمتر وساوي مليار نسمة أو ممكن نأخذه بإفراط يعني نأخذه مثلا ملياري نسمة يعني كل واحد سنتيمتر وساوي 2 مليار نسمة إذن كلا المقياسين صحيح كنت تفدوا دائما أنه المقياس تكون في الفاصلة يعني في الغالب ديال الأحيان يعني المقياس المناسب هو في هذه الحالة إما مليار أو ملياري نسمة ثم بعد ذلك نشرع في تمثيل هذه المعطيات الإحصائية في محوري الأفاصيل والأراتيب إذن من نسبة المحور العمودي سنتقل فيه السكن مليار نسمة والمحور الأفقي طبعا سنتقل فيه السنوات إذن الإخراج النهائي أو الشكل النهائي الميبيان سيكون كالآتي إذن بعد ضبط طبعا أبعاد الميبيان ومقياسه إذن المقياس المناسب هنا الذي اخترناه هو واحد سنتيمتر وساوي مليار نسمة ثم بعد ذلك مثلنا السنوات الواردة في الجدول اللي هي 1900-1950-1990-2020 ثم 2100 واعتننا أيضا بالعناصر والمكونات دي الميبيان اللي هي العنوان دائما نكسبوه في الأعلى بخط بارز إذن تطور إجمالي سكان العالم وممكن هنا نشير الفطرة الزمني يعني مثلا تطور إجمالي سكان العالم بين 1900-2100 ثم بعد ذلك المحورين العامودي والأفقي نشير إلى المتغيرات إذن بالنسبة للمحور العامودي المتغير هو مليار نسمة وهي عدد السكان ثم بالنسبة للمتغير الخاص بالمحور الأفقي فهو السنوات ثم الإطار إذن هذه العناصر نوضعها داخل الإطار ثم أيضا الإشارة إلى المصدر الذي نأخذه من الجدول مباشرة بعد ذلك نأتي إلى الإجابة عن السؤال الثاني يعني إذا رجعنا للميبيان طبعا المنحة العام هو الارتفاع كما كتلاحظه مع مرور السنوات ولتدقيق هذه المعطيات الإحصائية يعني من ندرنا الوصف النوعي يخصنا ندره الوصف الكمي إذن كان الارتفاع صحيح ولكن لابد من الاستدلال الرقمي على هذا الارتفاع إذن سنة 1900 كان عدد سكان العالم في حدود 1.6 مليار نسمة ثم ارتفع العدد إلى 7.8 مليار نسمة سنة 2020 ويتوقع طبعا أن يبلغ سكان العالم سنة 2100 عشر فسلات مليار نسمة يعني عشرات المليار و800 مليون نسمة إذن الجواب سيكون بادي الكيفية إذن يتوقع أن يبلغ إجمال سكان العالم عشر فسلات مليار نسمة في أفوق سنة 2100 بعدما كان هذا العدد لا يتعدى 1.6 مليار نسمة سنة 1900 إذن هنا بعدما كان لا يتجاوز 1.6 مليار نسمة سنة 1900 نمر بعد ذلك للإجابة عن السؤال التالي إذن من خلال استثمار مضمون الوثيقة إثنان إذن أن نستخرج ما يلي ألف معايير تمييز بين أنواع الهجرات بقى العوامل المتحكمة في الهجرة يعني إذا رجعنا للنص إذن المعايير المتحكمة في التصنيف وفي التمييز بين أنواع الهجرات طبعا المعايير الأول هو معرفة المكان يعني وش المكان يعني يتعلق يعني بوسط الإقامة هنا أو محل الإقامة هل هو داخلي أم خارجي ثم مدة الإقامة هل مدة الإقامة بشكل مؤقت أو دائم ثم الرغبة أو الدافعية الهجرة يعني الدافع وراء الهجرة هل هو اختياري أم قصري ثم السؤال الثاني إذن ما هي العوامل المسؤولة عن الهجرة أو التي تفسير لنا الهجرة طبعا هي عوامل جذب اللي هي كتلخص في العمل المأجور بأجور مرتفعة طبعا يعني البحث عن العمل أساسا والشغل ثم مدى توفر الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية أيضا هذا عامل جذب ثم أخيرا يعني البحث عن تحسين المستوى المعيش إذن الجواب سيكون بادي الكيفية وما يفيدها إذن يمكن أن نميز بين أنواع الهجرات من خلال اعتماد معيار معرفة المكان معيار مدة الإقامة ومعيار الرغبة أو الدافعية أما العوامل التي تتحكم في الهجرة فهي فرص العمل بأجور مرتفعة هنا الحافزية طبعا ثم مدى توفر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ثم إمكانية الحصول على مستوى معيش أفضل أو ما يسمى أيضا بالارتقاء الاجتماعي السؤال الرابع والأخير إذن اعتماد عن الرسل المعرفة أو المكتسبات أو المعرفة السابقة إذن نطلبه أن نحرير فقرة نبرز فيها آثار أو نعكاسات ظاهرة الانفجار السكاني أو ما يسمى أيضا بالانفجار الديمغرافي الإكسبلوزيون ديموغافيك إذن فالجواب طبعا سيكون بادي الكيفية أو ما يفيدها مع دائما نعتمد على الأفكار التي تكثيف المعنى ثم الربط بين هذه الأفكار إذن تترتب عن ظاهرة الانفجار السكاني أثار السلبية عديدة خاصة في دول الجنوب أو الدول النامية منها نقص الغذاء وانتشار المجاعات ارتفاع نسبة الإعالى ثم أيضا تضخم الحضري يعني تضخم سكان المدن أيضا زيادة الانفاق على الخدمات الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم ثم أيضا ارتفاع الانفاق على الجهيزات وصيانتها استنزاف الموارد الطبيعية وغيرها نمر بعد ذلك لإجابة عن الوضعية الاختبارية الثانية اللي هي مدة التاريخ من خلال تحرير الموضوع المقالي إذن نصل الموضوع الذي أقترحه عليكم كالآتي إذن شهد العالم الإسلامي خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد يعني في العصر الحديث خصوصا الإمبراطورية السعادية تطورات سياسية واجتماعية هامة إذن المطلوب هو أن نحرر مقالا تاريخيا من مقدمة وعرض وخاتمة نبريس فيه الآتي في الفقرة الأولى النظم الإدارية المركزية بمعنى أن يعني الجهاز الإداري المركزي ومكونات الجيش في الإمبراطورية السعادية هذا في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية أوضع الإمبراطورية السعادية من ناحية الاجتماعية أوضعها الاجتماعية أنا ذاك يعني خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد طبعا هنا لا بد أن ننتقل المعلومات التي هي كتناسب مع ما هو مطلوب وأن تكون صحيحة ومتنوعة ومترابطة لضرورة الربط بين الأفكار باستعمال الأسلوب الشخصية دائما الجانب المعرفي كتتعطى لي سبعة ديال النقاط ثم الجانب المنهجي يعني إعمال نهج تاريخي من تعريف وتفسير وتركيب وأيضا استحضار العناصر الأساسية للمقالم المقدمة طرح لإشكال عرض تحليل وخاتمة وكتعطى عليه طبعا جوج ديال النقاط ثم نقطع عن الجانب الشكلي ما يتعلق تنظيم ورقة التحرير دائما نكسبه بخط واضح ومقرؤ وأيضا يعني لكل أسلوب ديالنا يعني خالي من الأخطاء يعني انتفادوا كثرة الأخطاء يعني سواء التركيبية النحوية أو الإملائية كذلك يلا بد من يعني العناية بورقة التحرير يعني تنظيم عناصر الإجابة واحترام علامة الترقيم وغيرها إذن نص الموضوع ما يفيد طبعا هذه الصيغة إذن شهدت الإمبراطورية السعودية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تطورا في جهازها الإداري ومؤسساتها العسكرية وهو منعكس على أوضاعها الاجتماعية من بعد كانت رحول الإشكال في صيغة استفهامية إذن ما هي النظم الإدارية المركزية ومكونات الجيش في الدولة السعودية إذن من تسبب الجهاز الإداري المركزي يعني على المستوى العاصمة فالسلطان تربع على قمة هنم السلطة ومنصبه ويراته واحتكر جميع السلطات ثم المنصب الثاني في الدولة وفي حكومة السلطان هو الحاجب ثم بعد ذلك كاتب السر أو كاتب السلطان وهو المؤتمن على أسرار الدولة الذي يؤمن الاتصال بين السلطان والأقاليم ثم صاحب المظالم الذي يتلقى المظالم من الرعية ويرفعه للسلطان للبث فيها ثم صاحب خزائن الضرب ووظيفته طبعا مالية يعني يضبط خزينات الدولة يعني المداخيل والمصاريف والمحتسب فوظيفته كانت هي مراقبة الأسواق وأيضا زجر الغيش وغيرها يعني كيقوم بوظيفة الحسبة ما هو أو ما هي مكونات الجيش في الإمبراطورية السعودية أو المؤسسة العسكرية السعودية إذن كان ميزوا بين الجيش النظامي والجيش المتطوعين والأسطول البحرية بالنسبة للجيش النظامي فهو ضم حين ذاك يعني فرقا من أصول متنوعة فهناك المغاربة ثم الأتراك يعني عناصر أخرى كالأتراك والأندلسيون والعلوج والزنوج ثم هناك المتطوعون من القبائل والتي كانت تؤدي الخدمة العسكرية مقابل استغلال أراضي الدولة والأسطول البحري كانت قد أنشأه السلطان أحمد منصور الذهبي واتخذ من سلا مركزا له إذن السؤال الثاني ما هي الأوضاع الاجتماعية التي عاشتها الدولة السعودية خلال هذه الفترة الزمنية إذن منسبة التركيبة الاجتماعية فضمت إلى جانب المغاربة وهم الأغلبية فئة اجتماعية متنوعة ضمنهم الأفارقة ثم هناك الأتراك الأندلسيون والأوروبيون واليهود وهم أقليات ثم هناك يعني من ناحية الاجتماعية ممكن أن ننميز بين فئتين إذن فئة الخاصة أهل الحل والعقد وهم الشرفاء والأعيان والتجار الكبار وكذلك قادة الجيش وكبار الموظفين والأمناء وهناك فئة العامة التي تشكلت من الأغلبية الساحقة وهم الفلاحون في البوادي والحرفيون في المدن ثم الجنود وكذلك العبيد إذن كخاتمة يمكن أن نقول على أن التنظيم الإداري المحكم ساعدة في تسير شؤون الدولة السعودية ولكن بالمقابل أيضا سمحت قوات الجيش السعدي في امتداد نفو الدولة وتحصيل الضرائب لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما هي الأوضاع الدينية التي عاشتها الإمبراطورية السعودية أنذاك إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسه ونوفق في تبليغ مضامن عناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي سئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته